السلام عليكم طبعا اليومي الحديث سيكون حول موضوع الساعة يلي هو الطرق الدولية وكيف ستأسى هذا الطرق الدولية على حياة الناس بين قوسين في المناطق المحررة سأبدأ بس أن تشوفوا معي بنود اتفاق سوتي حول إدلب أروا معي البند الأول بيقول يبقى على منطقة خفض التصعيد في إدلب وتحصين نقاط المراقبة التركية طبعا من هذا البند ولا شيء صار روسيا ستأخذ جميع الإجراءات لضمان تجنيب أو تجنب تنفيذ عمليات عسكرية على إدلب العمليات العسكرية لم تتوقف على إدلب وآخرة كانت مجزرة جرجاناز وقبل منها كما يصايت مجزرة تاني باعتقد في منطقة الزلاقيات مات فيها العشرات وتقريبا نتائج من بعد ست إلى مئات السكان ماتوا الآمنين البند بتاعت إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 كم داخل منطقة خفض التصعيد طبعا للأسف من جماعة المعارضة التنفيذ واجب لأنه هيك بده الضامن هيك بده الضامن الدافع أما النظام ولا نفذ أي شيء دائما عمال برجة محطلة جوة يعني جرجاناز بعيدة شوي حتى أحيانا بدخل إلى مناطق أخرى وبيضرب وبيضل طالع طيب اللي بعده البند الرابع إقرار حدود المنطقة منزوعة السلاح سيتم بعد إجراء مزيد من المشاورات يعني هلأ المشاورات يبدو ما انتهت لكن التنفيذ من طرف المعارضة شغال اللي بعده لو سمحتو البند الخامس إبعاد جميع الجماعات الإرهابية الراديكالية عن المنطقة منزوعة السلاح الحقيقة إذا لاحظتم أنه يتم دعم المجموعات الإرهابية اللي بسموها هي إرهابية لصالح أو على صالح الجيش الحر على صالح أن كل جماعات الجيش الحر تضعف أد ما يمكن طيب البند السادس سحب جميع الأسلحة السقيلة من داخل منطقة منزوعة السلاح طبعا من المعاضة تم لكن دائما النظام بيدخل وبيقصف وبدل طالع البند السابع روسيا وتركيا ستسيران دوريات منصقة على امتداد المنطقة منزوعة السلاح هذه طبعا تمت لكن ما استفدنا من شيء لأنه لا تزال الناس الآمنين عمين أتلوه هو أننا بالبند الثامن يلي الآن يجري الحديث عن ضرورة استكماله يلي هو استعدادات أو استعادة حركة التجارة عبر طريقي حلب اللادئية وحلب حمى بحلول نهاية 2018 إذا لاحظتم أنه من كل هذه البنود كل شيء من طرف المعارضة تم التنفيذ والآن المعارضة عم بدأت نفذ هذا في حين ما إلو علاقة بالناس إلو علاقة بين قوسين بالناس العايشة في المنطقة المحررة يلي هني حوالي أربع مليون بني أدم هذولي مو مهمين مو مهمين نحن ملتزمين نحن على خلق عالي أما النظام ما يلتزم ولا شيء ما في مشكلة وهيك بده الضامن الضامن طالب منهم أنه لازم يتسلموا فإذا لاحظتم الآن عمل بجري أنه بدهم يطبقوا البند الثامن يلي هو تسليم الطرقات الدولية للنظام طيب خلينا نشوف ليش النصرة مقررين أنه يسلموا للنظام طبعا لاحظوا ما يدقوا مع بشروط النصرة التسليم توقف أنقرة عن ممارسة ضغوط على تحرير الشام لحل نفسها في صالح النصرة وقف تركيا تحريضها لفصائل غصن الزيتون ودرع الفراط ضد تحرير الشام أيضا لصالحهم القبول ببقاء حكومة الإنقاذ ما بعض فيدي شو أنقذت فهي تذكرنا في جيش الإنقاذ تبع 48 لازم يعملوها حكومة صحيحة ويكونوا مشاركة لها تعب معروفة أنها حكومة جبهة النصرة اللي بعده إدارة تركيا للطريقين الدوليين M4 و M5 دون التدخل الروسي وهذا الحكيم ليس صحيح هذا الحكيم ليس صحيح وأنت تعرفوا أن الروس قال أننا سنكون ضامنين للمنطقة الجنوبية شفتوا ما يصير في المنطقة الجنوبية في درعة والقنيطرة كيف يتم قتل أهل واغتصاب كثير من نسوانا وتم سرقة بيوتهم وفي ناس أبضوا عليهم وشلفوهم بالسجون ومن بينين حتى هنا حتى آخر شيء زلم اللي عندهم يعني هذا الضابط المخابرات المخابرات الجوية جميل حسن قالوا كل شيء عنكن أولاد مختطفين أو مؤتقلين قبل 2014 نسوهم نسوهم شو أرهاني منه ولا بشر طيب اللي بعده انسحاب عناصر تحرير الشام سبعة كيلومترات عن الطريق بدلا من عشرة شو الفرق بين عشرة و تسعة طبعا اثنين نفس الشيء بكل بساطة لأنه حتشوفوا النتائج شو حيصير السبعة هي المنطقة اللي هني متواجرين فيها اللي هي سرمة دا اللي هي مقراتهم ومقرات النصرة إذن حتلاحظوا من خلال الشروط اللي حطرتها من نصرة هي عملت كل ما يمكن لحماية نفسها إلى حين هي تشتري وقت على فكرة مو أكتر من هيك حتشتري وقت لكن الناس الأربع ملايين اللي عايشين ما هوا مشكلة هذولي بلاهم يموتوا من الجوع يموتوا من الحصار مثل ما يعني يطبع عليهم سياسة الحصار يطبع النظام على مدى 8 سنين هاي ما فيه مشكلة معلش شيء المهم نحنا بقيانين أما هذول شو بدنا فيهم يلي حتى عنا يأكلوا ضرب عن النصرة بحجة النيتون البيئة الحاضنة عن النصرة طيب شوفوا الطرقات الدولية الطرقات الدولية إذا لاحظتوا بتخترق المناطق المحررة بهذه المناطق فيه 4 مليون أنا سبق ومن فترات طويلة حكيت أنه هاي أهم زراع عبر التاريخ لسوريا لأنه تعمل تجارة واقتصاد نحن في سوريا لا نملك لا صناعة عبر التاريخ لا عنا صناعات ولا شيء نحن من لليابان ولا عنا أمكان تصنيع لأنه ما عنا المواد الأولية الموجودة في باطل الأرض الشغلتها دائما هي الطريق الحرير هاي هي الطرق الأساسية طريق الحرير فأنت عندك من باب الهوى من باب الهوى إلى نصيب هو الأساسي يلي ممكن يعمل لك دخل أوي طبعا النظام عمره ما استثمر إلا جزء منه لحتى يخلينا دائما نجوع عانين بحجة أنه ما عنده إمكانية يسمح لا اقتصاد قوي لأنه ممكن يصبح في تخريب وما بعد شو إلى آخر المهم ما طور هذا النوع من التجارة أبدا لخلينا شعب بقين محتاجوا بنفس الوقت بدون يفتحوا الطريق من اللادئية لحلب هو النظام بييده المينة اللادئية وبييده مينة طرطوس وبييده طبعا البنطئية اللي هي من لبنان إلى دمشق يعني بييده كل الموانئ ضلت بس هدول ما بييده اليوم إذا أخذ النظام شو هيصير بكل بساطة هو اللي حيشرف على هذا على هذه الطرقات هو إذا دخل في عمق المراطئ المحررة وإذا دخل ما حيطلع ولا يمكن أن يبقى كمان الروسي الروسي ضامن كاذب شوف توصر أكتم من مرات والتركي ما بيعتقد أنه حيقدر يساوي شي في هاي الحالة أكتر من أنه للأسف حسب الضغوطات عم يقبل هذا النوع من الاستسلام لهاي المنطقة أو تسليم هاي المنطقة طيب شو اللي حيصير بكل بساطة هو نحن الآن أوردي المعاطئ هاي المحررة هي محاصرة يعني تاكت الزيت أنا بعرف أنه الآن بيقدر 16 ألف والأسفوري في حين بس اطلع عبرات بتنمواط المحاصرة حق 22 ألف دبل لأنه هاي بكل بساطة ما قادرين الناس توصل بيضعتها في المنطقة المحررة موجود فقط الزراعة اعتمادهم فقط على الزراعة وعلى التصنيع الزراعي اللي هاي المخللات والزيتون والزيت وما شابه ذلك صناعات بسيطة فأنا حقول هلأ أنه فيك تتخيل لما أنت تصير بهذا الحصار أنت حتموت من الجوع أنت خرأك النظام أربع مليون علقوا تحت رحمة الاستخبارات تبعية النظام اللي أنتو بتعرفوه منيح أنه حتبيدوا ولا تكون أنا نصيحة للشعب السوري لا تعتمد على هذول النصرة لأنه واضح أنه هذول النصرة الجماعة مقررين أنه يعملوا عملية تسليم بحجة الضامن بحجة الضامن بديو أخذها كاش إذا بديو عد يستنى الزلمي أوكي أنا والله العظيم لا تفكروني أنه مثل ما أنتم بتقولوا أنه أنا مرتاح أنا معكم مثل حكاية تكون عبعاني مثل ما أنتم عبتعاني اللي بديوه شغلي والله العظيم لو أنا عايش بهذه المناطق بطلع أنا أولادي وبنام على الطرقات وما بخلي سيارة اتعدي على هاي الطرقات وأنا هلأ الآن عمل بقول لنصرة أنت غبي سياسي أنت لو بتفهم سياسي ما بتوافق على هذول أبدا لأنه ليك حزب الله اللي هو بيشبهك بطريقة ما أو بأخرى لكن أنتم بتقولوا أن يكون بخطي متوازيين ما فرط أبدا بميناء بميناء البيروت ما فرط أبدا في مطار بيروت ما فرط أبدا لك خرب كل شي خرب حتى كان مستعدي بيد منطقة طرابلس وما حوله لحتى يظل ماسك الطريق الدولي بين دمشق وبين بيروت ما ممكن فصل الاقتصاد عن السياسي أنت كيف عم تفصل أنت عم تشتري كم يوم من حياتك والباقي بعد من موتك وموت دول الناس هذا طبعا هذا أكبر دليل أنه دول الجماعة ما بيفهم سياسي ولا تتجار حتى هذول الشغل الوحية يبيعرفوها مرتزقة هات كاش لك على أي لحل نفسك ما بدي منك أكتم من هيك الأمر الثاني أنا بقول للناس هاي معرككم أنتو لا هي معركة النصرة ولا هي حتى لو كل العالم اجتمعوا ضدكن لما أنت بتطلع وتوقف بتسكر هاي الطرقات ما ممكن حدا يفتحها لاحظ أنه النظام متل ما فرجيتك ما نفذ ولا مطلب من المطالب اللي موجودة بالاتفاقية هلأ نسمح لهدول أن تروح ينفذوا على حسابكم أنتو لحتى تصير أولادك ما تلاقيهم ويقلك انساهم جميل حسن بكل الأحوال بكل الأحوال أنا حقلك شغلة أنا معك ووقف جنب المنن أنا بس ساعدوني بس لغاية فبروري وإن شاء الله لغاية إشباط إذا الله قدرني إذا الله قدرني بقدر بعمل شي بهذا الموضوع فبس وقفوا ولا تخلوا هذول الطرقات الرئيسية الدولية تسلم للناس آخر شي هاي حياتكن وحياة أولادكن وهي مستقبل الشعب السوري أنا لو ما كان اللي موجودين والقائمين الآن فورا بنزل خشبي بحط خشبي على موليك وبحط خشبي عند الراشدين وبحط خشبي ببدامة وبسكر الطرقات هذولي إلي وحقوقهم إلي هذين الناس لازم تعيش أربع مليون بني آدم هذولي الناس العمل بتدير البلد لازم تفهم أنه هاي لازم تعيش بنزلهم وما بخلي الخشبي هاي التنشال أبدا مهما كان لحتى إلا بشرط واحد اللي هي إزالة بشار الأسد وإزالة النظام الاستخباراتي تبعيته الآن الأولى من أي شيء هي حماية هذول الناس من الحصار ومن الجوع ومن القهر وحمايتهم من السبي والقتل والخطف ويعطيكم العافي قلت اللي عندي ترجمة نانسي قنقر